إذا كان أحد أقاربك مشتبها في انتمائه لتنظيم الدولة فإنك كذلك متهم بل إنك لن تستطيع ممارسة حقوقك الأساسية في التنقل أو استخراج أي وثائق رسمية من الجهات الحكومية هذا هو الحال حاليا في الموصل وفق تقرير جديد لمنظمة هيوم الرئيس واش المنظمة الدولية تقول إن أقارب المشتبه بأنهم أعظام في تنظيم الدولة يحرمون بشكل ممنهج من استصدار التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية أو وثائق رسمية أخرى الأمر الذي يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي لحقوق الإنسان المشكلة الأكبر التي تعترض هؤلاء المواطنين حسب هيوم الرئيس واش تتمثل في حرمانهم من التنقل بحرية خشية الاعتقال وكذلك لا يمكنهم الحصول على وظيفة أو طلب خدمات ومساعدات اجتماعية هذا فضلا عن أن الأطفال المحرومين من شهادات الميلاد سيكونون بلا جنسية وقد لا يسمح لهم بالالتحاق بالمدارس كما أن النساء اللواتي رفضت الجهات الحكومية إصدار شهادات وفاة لأزواجهن لن يتمكن من الحصول على الإرث أو الزواج مرة أخرى تقرير المنظمة الدولية أضاف أنه في بعض الأحيان حرمت عائلات نازحة من مغادرة المخيمات ولو للعلاج الطبي لأنهم لا يملكون بطاقات هوية ويلفت التقرير إلى أن أكثر سكان المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة لا يملكون بطاقات هوية إذ أن التنظيم عمد إلى مصادرتها أو أعطائهم بطاقات هوية تابعة لهم الأمر الذي فاقم من أزمة هؤلاء في ظل التعنة الحكومي في إصدار وثائق جديدة لهم بل وقيام الأجهزة الأمنية باعتقال من يتقدم منهم بطلب الحصول على هوية جديدة وإذا ذلك تؤكد هيومان رايس واش أنهما لم تتوقف هذه العقوبات الجماعية من جانب الحكومة في العراق فإن الاستقرار سيبقى بعيد المنال في الموسل وغيرها من مناطق السيطرة السابقة لتنظيم الدولة موسيقى